موضوع اليوم هو الالتهاب الواردي العميق يعني أن الجلطة أو تخطر الدم أو الدم نكي تجمد في العرق الأساسية فهذه الأسباب هي كثيرة وقد نقاسم إلى شكلين أو حالتين كي الحالات اللي هي معروفة وبينة مثلا شي واحد خضع العملية لأي عملية جراحية وبقاطة راح الفراش واحد المدة وما كانش تياخد الأدوية اللي كتخد جري الدم أو كتخفف الدم فهذا كيقدر يكون عامل أنه تجي هدلاف ليبيت بخوثوند أو الالتهاب الواردي العميق كي ناس المرأة من بعد ما كتولد بعملية قيصرية وما كتاخدش الأدوية الملائمة شي واحد مثلاً اللي تهرس ودر البلاتخ وما تحركش واحد المدة وما اخداش الأدوية الملائمة لأي مرض اللي كيستدعي أن الواحد يكون طرح الفراش واحد المدة وأنه ما كيتحركش فولا بدأ من أخد الأدوية باش ما يوقعش فهذا المشكلة الالتهاب الواردي العميق أو لفليبيت بخوثوند لأنها هي حالة استعجالية خطيرة اللي كتقدر تعطيه انسداد رئوي يعني لومبولي بلموناء واللي كتكون اللي يحفظ عندها عواقب وخيمة اللي كتقدر تأدي إحتل المامات وكان الأسباب اللي ما كتكونش معروفة مثلاً شي واحد در هاد لفليبيت في الساقين أو في الرجلين ولكن مخضع للعملية لا تعرض واحد صفر طويل لا حتى شي حاجة ما كتلقى حتى سبب معروف وفي هذه الحالة هذه ولا بدأ مخصنا نقلبه على السبب لأنه في الالتهاب الواردي العميق ما كان كتافيوش أنه كان داوي وغير هاد لفليبيت بروفون لا بالعكس سنقلبه تاع للسبب لأنه لما قلبناش على السبب كنخليو بعض الأمراض اللي كتدوز وكتفاقم وهديك لفليبيت غادي تقدر تعود ترجع فمن بين الأمراض اللي ما كتكونش بينها وكتعطي هاد الالتهاب الواردي أو الفليبيت البروفون على رأسها أمراض سرطانية فبالخصوص عند المرأة دائما شو واحد يلاجته لفليبيت ما شو اللي فاغيس فليبيت داخلية دائما كنقلبو وش مكينش مرض سرطان في الراحم في الوالدة أو في المسالك البولية وعند راجل في البخصات فلكن نعالجه بطبيعة الحال ولكن ولبدا ولبدا ما كنقلبو على السبب لأنك تكون هاد الافليبيت أو الالتهاب الواردي العميق هي بمثابة نقوس خطر كيعلن على شي مرض اللي خصنا بطبيعة الحال نقلبو إليه اشتركوا في القناة